وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار قال خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي انتهى قبل قليل بجامعة ألف يوم وأكد على الالتزام بانتظام الدراسة وأعمال الامتحانات والإجراءات الاحترازية ومعاقبات للمخالفين خلال الاجتماع وجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بمتابعة جاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توفر أماكن العزل الأطفال والمخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة للتعامل مع فيروس كورونا كانت الوزارة قد أعلنت أن القرار المنسوب للوزير بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل الجميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي قرار عار تماما من الصحة بنقول لكم طول الوقت وخدوا بالكم في أخبار مضروبة كتير جدا الهدف منها إثارة البلبلة عند الناس كلنا مهتمين بالمرض كلنا بنبص عليه في ناس بتتعامل بلا مبلاء أيوة في ناس خايفة جدا ففي أخبار أنت عارفين جاية منين الهدف منها أن يبقى فيه بلبلة وأحاديث كلها كدب لأننا مضطرين نحول مستشفيات الجامعة المستشفيات الجامعية كلها إلى مستشفيات عزل ولا الغاء دراسة خالص أعتقد معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات مسائل خير يا دكتور حسام مساء نور يا أستاذ خيري تحياتي لحضرتك وممشاديها لاجل كرامة وأنا أمين المجلس الأعلى بالمستشفيات الجامعية أهلا يا فندم أهلا بحضرتك يا دكتور الحقيقة يعني بما أننا لسه طازة جدا الاجتماع ياريت تقول لنا التفاصيل اللي كان موجود النهار ده في الاجتماع يعني اتخلينا نتكلم في في المضمون الذي يشغل بال أولئة الأمور والطبع احنا أعلننا منذ بداية العام الدراسي أن النظام التعليم الثانيدي هو نظام تعليم هاينين يشمل الحضور ويشمل أو جزء منه الحضور وجزء منه من خلال المنصات الإلكترونية وبالتالي التقييم لأن هذا النظام هيكون بنفس طريق إما من خلال المنصات الإلكترونية أو من خلال الحضور طيب وهو ده اللي كان محور نقاش السادر وقتها الجامعات مع السيد ودير التعليم العالي دكتور خالد عبدالعصار أن الهدف في النهاية واضح جدا لدى الوزارة وهو الحصول على تعليم جيد في بيئة صحية آمنة وأن احنا لا نفرط في صحة الطلاب ولا في صحة العاملين في الجامعات وفي نفس الوقت مش عايزين نضيع عليهم حقهم في التعليم وأثبتت الدراسات على مستوى العالم والدراسات التي أجريناها أن الأمان هو في التزام الإجراءات الاحترازية التباعد، الكمامات، غصر العيدي وبالتالي كلما تمكننا من فعل ذلك كلما حققنا بيئة صحية آمنة هيتم الامتحانات إن شاء الله في مواعيدها المعلنة والمقررة جزء منها يبقى إلكتروني وجزء منها بالحضور وكل رئيس جامعة هو الذي يفرر الأنسب باعتبار الساعة الاستيعابية باعتبار عبدالي الصلاب باعتبار إمكانيات البنية الساحتية لكل الجامعة نعم، إحنا عندنا يا دكتور مستشفات الجامعات جهزة ومعدة إحنا عندنا كم مستشفى عزل وردك على الإشائعات اللي طلعها بتتكلم عن أن تحويل كل المستشفات الجامعية إلى مستشفات عزل يعني كما أعلن ما أنه ده قرار مذور منسوب مختلق كاذب نسب إلى السيد الوزير ولم يحدث ولن يحدث وأنه تحديد المستشفيات والساعة الاستيعابية والمستشفيات مبني على الدراسة الحقيقية لمعدة الانتشار نعم إحنا النهاردة عندنا خمسة وعشرين مستشفى مخصصة للعزل الخمسة وعشرين مستشفى تقريبا فيهم ألفين تلتمية سبعة وسبعين تسديد نسمة الإشغال عندنا في الحدود الآمنة في حال لا قدر الله كان فيه تصاعد أكتر من كده لنا استعداد لإدخال مستشفيات أخرى لكن في اللحظة الراهنة نسمة الإشغال في المستشفيات سواء في الأقسام الداخلية أو في الرعيات وحتى على جهز الناس الصناعي هي مازالة وفق القدرة الاستيعابية للمستشفيات المقصصة للعزل الجامعية نعم طب دكتور يعني يمكن إحنا قرينا أن نسبة الإصابة وخصوصا في التحول الخاص بفيروس كورونا يمكن فيه جزء منها كبير يعني داخل في مرحلة الشباب لحد سن 35 سنة 40 سنة الإجراءات الاحترازية مهمة جدا وخصوصا في الجامعة والشباب بنسبة الإختلاط بينهم سواء داخليا أو خارجيا وفترة الامتحانات قد تكون كبيرة هل يطرى فيه إجراءات معينة عاملها الجامعات علشان يعني يمكن تأكد على سلامة شبابنا وبناتنا وهم في الفترة دي تحديدا فيه إجراءات مرتبطة زي ما قلت الحقيقة بأن جزء من الامتحانات هيكون إلكتروني الجزء اللي فيه تواجد أنت بتراعي فيه التباعد وأنه يكون فيه مسافة ما بين كل مطالب والآخر تزيد عن المتر ونص بيكون فيه تطهير بشكل مستمر لأماكن القاعات وأماكن المتحانات بيكون فيه التزام شديد وعدم السماح في حلع الكمامات الحقيقة أنه الأمور التي اتفقت عليها كل الهيئات الصحية الدولية التي من شأنها أن تقلل مثل الإصابة هي دي الأمور اللي احنا منتزمين بها شدة وبيتم متابعتها بشكل يومي في الجامعات ومن خلال السادة وقساء الجامعة بنشكرك جدا الأستاذ الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام لمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العدي